المتابعين انضموا إلينا من بيروت العميد ناجم لاعب المحلل العسكري والاستراتيجي سيادة العميد ما هي الأهداف الغير معلنة لتركيا في منبج؟ هل خارطت الطريق الأخيرة بين واشنطن وأنقرة؟ سوف تفي بهذه الأهداف؟ طبعا الأهداف التركية هي الأمن القوم التركي وهناك خوف وخشية نتيجة سوء تعامل النظام الحالي في تركيا مع الأكراد سواء مع المعارضة الكردية في الداخل أو مع الخارج وهم يخشون تدريب 40 ألف من قوات حماية الشعب الكردي على يار الأمريكيين في سوريا أن يكون هذا التدريب يؤثر على الداخل التركي لذلك هذه العملية هناك خشية دائما في تركيا بإبعاد المسلحين الأكراد عن الحدود مسافة لا تقل عن 40 كم وهذا ما حققوا في عملية درع الفراط في عفرين أو سابقا في عملية ما بين جرابلوس ومدينة الباب التي عقدوها سابقا في العام الماضي مبدئيا هذا الدخول يعني دخول هو على الحدود فقط من مدينة دادات لحفظ الحدود وهذا النصر الذي يقولون أنه نصر وتحرير من بيج هو اتفاق سري كما ذكر التقرير وهو سماح للأتراك بمشاركة الأمريكيين بدوريات في الداخل وبالتالي إن الأكراد نسحهمهم يعني هذا العمل لا يرقى إلى عمل عسكري بالفعل؟ لا يرقى صح إلى عمل عسكري بالفعل هذا ليس أكثر من دوريات وهذه الدوريات ليست القرار بيد الأتراك فيها الأتراك هم دورهم في المراقبة ويبقى الأمر بيد الأمريكيين إذا حصل أي إشكال لا يستطيع الجيش التركي أو الدوريات التركية حله دون العودة للأمريكيين هم قوات مراقبة في الداخل لتأمين انسحاب قوات حماية الشعب الكردي من منبج ولكن هذا البروباجندا الإعلامية لصنع نوع من دعاية انتخابية قبل الانتخابات التي ستجري الأسبوع الماضي طيب هذا الانسحاب لقوات وحدات حماية الشعب الكردية هل يعني أن أمريكا قد تخلت عن دعمها لها؟ أم أن هناك سيناريوهات أمريكية أخرى لضمان مصالحها في هذه المنطقة؟ أمريكا طبعا لها مصالح مع تركيا أكثر من الأكراد يعني تقيم لتركيا المصالح أكثر من الأكراد وبالتالي رعينا تركيا أصبحت ما بين الروس والأمريكيين الإغراء الأمريكي بتطبيق هذا الهدف التركي بإخلاء منبج من الأكراد هو إغراء أعتقد أنه مرتبط بمستقبل العلاقات الأمريكية والتركية وعاد الكلام عن صفقة الأس 400 صواريخ المضادة الروسية بإلغاء هذه الصفقة أو إلغاء الأف 35 لتركيا يعني هذا الإغراء هو لإعادة وضع تركيا على الخط الأمريكي وخط النيتو وسحبها من السياسة الروسية التي درجت عليها مؤخرا شكرا جزيلا لك كنت معنا من بيروت العميد ناجم لعب المحلل العسكري والاستراتيجي ترجمة نانسي قنقر